اشتغلوا بيها الناس الفترة اللي فاتت قالك شاروخان انا بيستعد لرحلة من انا للقاهرة سيرا على الاخدام وجابه شاب انا مش مش بعلق ولا بقول اي حاجة عليه يعني ولكن هو يبدو عليه علامات انه مريض مثلا مريض بدنيا او يعني محتاج شوية غزة او حاجة يعني زي ما شايفين كده شاروخان جنا هو مش شاروخان بتاع الهند لا ده شاروخان انا بيستعد الرحلة من انا الى القاهرة سيرا على الاخدام الكلام ده على اخبار اليوم الكلام ده مش على صفحة محمد ولا مصطفى ولا الكاميرا دول على الفيسبوك لا ده على الاخبار اليوم وبعدين لقينا مراسلين وبيروح يصوروا معاه وتقول ايه يا شاروخ خان فهو يقعد يقول كلام هندي معانا الكلام الهندي يا جماعة حالة كاملة حالة من تلبس مش عارف ده جن هندي ولا ده جن شاطر حاول يشغل الناس بص يا سيدي شاروخان خش بجا معلم موسيقى 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 وحش، وحش، موزيتو بس كده؟ خلاص؟ اها انا مش عارف ايه الرابط بين شاروخان وبين البدلة بدلة الكراتسي ومش عارف ايه احنا مش بنترمر على حد ولا منترع على الصعيد ولا اي كلام الفاضي ده خلص احنا بس بنقول انهم شغلوا الناس بيه وكانت المرسلة تنزل معاكم الان مرسلة جريدة وكانت صباح الفل يا برينتز بتقابل شاروخان بعد ما ثبتهم باثنين كيلو شاروخان تقولي للناس ويقعد بقى يا اندر اللي ايه بورة اللي انت سمعتوها دي لقينا شاروخان تعب ودخل المستشفى شاروخان جنا يلغي رحلته الى القاهرة سيرا على الاقدام وقال لهم يا جماعة ليه يأتي ما تسمحش شغل الناس اسبوع بعدين قالك ايه ليه يأتي ما تسمحش ده ايه ده يعني المخرج صعيد ينفع اللي انتو بتعملوه ده ينفع ينفع الكلام لا اكيد ينفعش يعني شغلوا الناس شغلانا كبيرة جدا ليه ومن ايه برضو وان مخرج ما عندي من ايه برضو من عندهم بلدياتهم كمان انا خايف بقى ده برضو المخرج ينزل يعمل انا شاروخان هنا وبعدين يقول لي لي اختي بس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة